اشتركوا في القناة فما هي عقيدتكم التي تدينون الله بها في أسماء الله وصفاته وبخاصة في إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى باختصار بارك الله فيكم وفي علمكم مقدمه ابنكم عين صادباء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد عقيدة التي أدين الله بها وأسأله سبحانه أن يتوفاني عليها هي الإيمان بأنه سبحانه هو الإله الحق المستحق للعبادة وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته بلا كيف وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلق كما قال سبحانه الرحمن على العرش استواء وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استواء على العرش الآية وقال عز وجل في آخر آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال عز وجل فالحكم لله العلي الكبير وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والآيات في هذا المعنى كثيرة وأؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والواجب على جميع المسلمين هو الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإثباتها له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهي توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بنص من القرآن أو من السنة الصحيحة لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم به وهو المبلغ عنه ولا ينطق عن الهوى كما قال سبحانه وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنْطِقُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وأؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما كان وما سيكون مما دل عليه القرآن الكريم أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله المسؤول أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعيذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوفق ولاة أمرهم ويصلح قادتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر